يعني كعادتنا دايما في مصرحتنا للمواطنين بكل الأشياء بتفاصيلها كان حرصنا النهاردة أن احنا نعقد هذا المؤتمر الصحفي الحقيقة بحضور السيد محافظة بنك المركزي وعدد من السيدة الوزراء والمسؤولين في الحكومة عشان الحقيقة نتكلم على عدد من الخطوات والإجراءات اللي تمت في خلال هذه الفترة والقرارات والإجراءات أيضا اللي حنعلنها النهاردة المهمة جدا للتعامل مع الأزمة العالمية الغير مسبوقة الخاصة بأزمة روسيا وأوكرانيا والحقيقة هذه الأزمة ألقت بزلالها وتدعيتها الشديدة على كل اقتصاديات العالم وأكيد كلنا شايفين العالم النهاردة ماذا تأثره الشديد بهذه الأزمة في كل المناحي وده اللي خلى الحقيقة كل دول العالم بدون استثناء تتخذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لها علشان ازاي تعرف تتوائم مع هذه الأزمة الغير مسبوقة الحقيقة خلونا نتكلم على مصر بالذات والوضع اللي موجود فيها النهاردة احنا موجودين فيه ان الدولة المصرية الحقيقة منذ بداية أزمة كورونا استطعنا ان احنا ندير هذا الملف بنجاح كبير جدا واستطعنا الحقيقة على مدار ما يقرب من عامين ان احنا نتحمل أعباء هائلة في إدارة ملف هذه الأزمة واستطعنا مع كل ده ان احنا نحقق يعني كاستثناء مع عدد قليل جدا من الدول نمو اقتصادي موجب ووجهنا تحديات يعني شديدة ولكن يمكن طبعا كلنا عصرنا ان مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة جدا من التضخم والاضطراب في سلاسل الامداد وتكاليف الشحن والنقل ارتفعت بصورة كبيرة جدا وللأسف جت كمان أزمة روسيا واوكرانيا لتضيف ضغوط تضخمية هائلة على العالم كله والنهاردة احنا بقينا بنسمع أرقام تضخم في العالم محدش سمحها من عشرات السنين ويمكن هنا انا عايزة صارح المواطنين بنقطة مهمة جدا ان يمكن هذه الأزمة أشد بكثير جدا من أزمة كورونا لان في أزمة كورونا اللي حصل ان عدد كبير جدا من الدول الدول توجهت لفكرة الإغلاق التام والإغلاق التام ده أدى إلى نقص الطلب على كل السلع والمنتجات وبالتالي أدى إلى انخفاض أسعار هذه المنتجات والسلع وجدنا كنا في وقت من الوقات أسعار الوقود والسلع للسراتيجية نزلت لأقل معدلاتها في العالم كله لأن الناس كانت كلها قفلة وبالتالي ما كانش هناك طلب ده سمح لنا احنا في مصر في هذه الفترة أن نوفر جزء كبير من الموارد اللي كانت محطوطة مخصصة لهذه النفقات أننا ضختها في خلق فرص عمل لشبابنا وبالتالي قدرنا أن احنا يعني كعدد يمكن كدولة من الدول القليلة جدا اللي نجحت أنها تخلق فرص عمل كبيرة جدا في هذه الفترة وأنها تحقق نمو اقتصادي موجب ولكن وطأت هذه الأزمة الحالية أن الأسعار حصل العكس تماما أن الأسعار زادت بصورة غير مسبوقة وشفنا بالذات أسعار الوقود والسلع الغذائية الكبيرة اللي حصلت بتفراط بأرقام كبيرة جدا وده سبب ضغط هائل على مواردنا لأن النهاردة بقينا مضطرين أن احنا نتعامل لتأمين أكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا والدولة المصرية الحقيقة بتوجيه من القيادة السياسية كانت واخدة الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة من توفير مخزون استراتيجي من كل السلع اللي ممكننا الحمد لله النهاردة أن المواطن بيقدر ينزل ويشوف أن السلع كلها موجودة بدون أي نقص والحقيقة من أول ما بدأت هذه الأزمة وإحنا ابتدينا نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار بزيادة إنزال حجم كبير جدا من السلع في الأسواق وتعاملنا مع هذا الموضوع من خلال لجنة الأزمة اللي شكلت لهذا الغرض واللي النهاردة بقت بتقعد على مدار كل أسبوع بنقعد وبنراجع مع بعض الموقف عشان نؤمن كل السلع وضرورات الحياة للمواطن المصري وبالتالي الحمد لله قدرنا في الفترة الأيام القليلة الماضية إن احنا نجبح جماح زيادة الأسعار اللي حصل ويحصل وفر كبير من السلع ويمكن كانت توجهات أيضا القيادة السياسية بالتبكير بالمعارض والمنافذ بيع السلع عشان استغلالا لقرب حلول شهر رمضان المعظم فالحقيقة فتحنا المنافذ بأسعار وتخفضات كبيرة جدا أخذنا قرارات في تسعير الخبز الحر وأكيد حضراتكم تابعتوا هذا الموضوع وأعطينا حوافز النهاردة لتأمين أكبر مخزون من القمح من خلال حوافز إضافية تم إقرارها لحافز توريد ونقل الأمح بحيث يبقى السعر مجزي للفلاح المصري وبحيث أن نؤمن بأكبر قدر ممكن الحقيقة احتياجاتنا من القمح على الأقل لغاية نهاية هذا العام الحياة في إطار الخطة المتكملة للتعامل مع هذه الأزمة اللي احنا للأسف برضو العالم كله مش شايف مدى زمني لانتهقها وبالتالي ده كان يتطلب مننا أن احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار ومنها وانا يعني لازم نقولها أن يكون هناك سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وبالتالي احنا كان لازم نعيد صياغة كل سياستنا النقدية والمالية زي كل الدول العالم عملت علشان أن احنا نتعامل مع السيناريو دائما المتشائم ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتدعياته وضغوطه على كل موارد وإمكانيات العالم ومصر هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم فالحقيقة أن المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية اللي هو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظة بنك المركزي وعدد من الوزراء المعينيين بالملف الاقتصادي كنا على تنسيق فيما وضع كل الإجراءات اللي من شأنها أنها تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات اللي حققناها كاقتصاد في الفترة السابقة ولكن في نفس الوقت يكون هناك أيضا مراعاة للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية في الفترة دي على اعتبار طبعا أن هذه أزمة وهناك ارتفاع كبير في الأسعار والحقيقة أن المجلس التنسيقي بتوافق على مدار الفترة السابقة يعني حصل نوع من التوافق على عدد من الإجراءات اللي تخص كل من السياسة النقدية والسياسة المالية أنا حترك وأتيح الفرصة لزميل السيد محافظة بنك المركزي أنه يتكلم على الإجراءات اللي تمت فيما يخص السياسة النقدية واسمحولي بعد كده أكمل كل الإجراءات الأخرى اللي الحكومة النهاردة قررت أنها تتخذها وحنعلنها النهاردة في إطار توجيهات فقامة الرئيس فضل إفان